في مركز الطباب الشرعية الجذل بشأن استخدام الأسلحة الكيموية وسبول الرد عليه لا يوقف الحرب الدائرة في سوريا هذه الصور من ريف دمشق وأخرى من درعة التقطت خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية وتقارير المعارضين تحدثتان عشرات القتلى سقطوا ثلاثاء الحرب في سوريا لا تقتصر على استخدام الأسلحة الكيموية فصحيح أن أعداد الذين قتلوا في الغوطة الشرقية من ريف دمشق صبحت الواحد والعشرين من آب أغسطس الماضي تعد بالمئات إلا أن أعداد القتلى في الأيام العادية تخافظ على وطيرة مرتفعة غالبيتهم يقتلون بأسلحة تقليدية قد لا تقل فتكا منذ أخذ الصراع طابعا مسلحا وثقت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أنواعا عديدة لأسلحة الدمار والقتل في الأيام العادية تشهد البلاد غارات جوية وقصفا بالمدفعية الثقيلة واستخداما للصواريخ كصواريخ سكوت ذات الدقة المنخفضة والتي تلحق ضررا بالمدنيين وغيرها والحصيلة أكثر من مئة ألف قتيل وفق أرقام الأمم المتحدة بينهم آلاف الأطفال تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية وعن تعذيب قاتل في الزنازين التي تغيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن زيارتها وآلاف المفقودين الذين لا يعرف ذوهم عنهم شيئا ويضاف إلى هذه العوامل الفتاكة والأسلحة ذات التدمير الهائل فوضى السلاح نفسه وانتشاره بين فئات عديدة متنافرة في كثير من الأحيان وذات أجندات مختلفة كل ذلك دفع بمسؤولين دوليين لاعتبار الأزمة السورية إحدى أكثر الأزمات دموية في القرن الواحد والعشرين في ظل عجز دولي مستمر عن وقفها وفي ظل خلاح حتى على مسؤوليات وقف هذه الحرب والحجار بي بي سي